اهلين كيفك ياسمين؟ هلا عطلتك عن شيء؟ لا لا أبدا فوتي عن ساوي قهوة لسه ما وصلت ما؟ عم حاول اتصل فيها بس ما بعرف رتكون انت قادرة شو يعني أنا قادرة؟ شو بيعرفني؟ أساساً أنا وضع كله على بعضه ما نعاجبني هيك سايخة، مدري شلون ياسمين، انت ما في بالعادة تحكي عن إمك هالكلام السخيف؟ صاير شي؟ لا، مو صاير شي، بس انه هيك على عينك يا تاجر في الصبح بلاقي بخلقتي، لا اذن ولا دستور انه هي امرنا لالله زبططو على انقاط سعادتي خراب علاقتي يعني انت بتعرفي منيح انه ما كان بيجي لعنكم على البيت لو ما في وضع خاص امك بحالة انسانية كتير صعبة اذا ما انك قادران تتفهمي على القليلة سكتي لا تحكي أساساً أنا مين عم بحكي؟ ما عم بحكي لحد غريب عم فيش لك اهري حبيبتي ياسمين انا والله فهماني عليكي بس انتي عندك الفاظك يعني كتير اكبر من عمرك وبعدين مؤزية بصراحة يعني اذا ما كان فيه مشكلة بدا تصير مشكلة حاسة انه زيادة رغمي طارت وراه لا امك بعمرة ما طارت ولا راح تطير انتي اللي لازم تطيري انتي صغيرة وحلوة ولسا المستقبل قدامك انتي بتعرفي امك هلا كيف وضعها كتير خيرو هالزلمة اللي ما هرب ليكو واقف معه كتير خيرو واقف مع حالو لا نفترض انه واقف مع حالو نحنا شو فارقة معنا لك بكفي واقفته كلها محبة ومودة حبه وغرام وسيحان وغلازة لك شفتي مشكلتك انتي الفاظك انا بعرف انه خوفك وتوترك وقلقك على امك هو اللي عم بيخلي يطلع معك هاي غارت مني هلا مو قد تصفيت حسابات انتي بس استني لحتى تطلع النتيجة ونتطمن عليها وبعدين نحكي اللي بدك يا بس تذكري امك كيف عملتك وكيف سايرتك لما كنتي عشقاني بالله يعني هلا شو انه صار دورة؟ لا نحنا هيك ما عم نفهم على بعض منوب يعني انا بضبضبة من قرني وانت بتفرديها من قرني انا شو طالبة منك بس انك تروقي وتتفهمي امك وتسايريها ولا تنسي انه هي ما قصرت معك بحياتك ابدا موسيقى 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 شكرا